مجلس تنمية الاقتصادية لمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل البحرينيين وفقا لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هذا وأكد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن العام الجاري 2018 سيشهد نقلة نوعية الاستثمار في مملكة البحرين بحيث يكون لقطاع تقنية المعلومات والاتصال السهم الأكبر من الاستثمار في المملكة أظهرت بنات جلسة مجلس المناقصات والمزايدات طرح وزارة الإسكان مناقصة لبناء 314 فيلا بالمدينة الشمالية تنفس عليها ثلاث شركات هذا وفتح مجلس المناقصات في جلسته الأسبوعية 92 عطاء تابعا لـ 29 مناقصة حكومية من إضافة إلى أربع مزايدات الأولى لتنظيم وإدارة شاطئ البديع التابعة لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وثلاثة المتبقية لبيع مواد خردة المخازن المركزية وبلغ جمالي أقل العطاءات المستلمة نحو 22 مليون دينار بحريني استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيت تجار لقاء مفتوح حول فرص الشركة بين القطاعين العام والخاص ويأتي ذلك اللقاء الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية المستدامة في المملكة المتحدة والجامعة الأهلية على هامش المؤتمر السنوي السادس عشر المزمع من انعقاده بقص الأمم المتحدة في جنيف خلال إبريل المقبل وقد هدف اللقاء إلى طرح فرص استثمارية للقطاعين العام والخاص لا سيما في مجالات التعليم والصحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البنكية إضافة إلى قطاعات العقارات والنفط والسياحة مع تقديم عدد من المزايا كالتعريف الشامل بأجندة الأمم المتحدة التنمية المستدامة للعام 2030 وأهدافها بالتركيز على الهدف رقم سبعة عشر الذي يختص بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنمية كلها في كل القطاعات والتنمية المستدامة بصفة عامة أيضا تحتاج لكل المداخيل فلا يمكن أن نعتمد فقط على القطاع العام أو فقط على الحكومة والحكومة تسوي كل شيء لا لا بد أن يشارك الجميع في عملية التنمية ولذلك مشاركة القطاعين العام والخاص لا هي ميزات كبيرة في كل المؤشرات وفي كل القطاعات يعني أنا يمكن أن أركز على قطاع مثلا تعليم العالي اختيارنا لدولة البحرين من ضمن الدول الغررنا نزورها ونعمل فيها هذه الجولات من ضمنها بريطانيا والمغرب وروحنا للسودان وماشينا أن البحرين كانت سباقة دوما ما أول مرة يتعمل مع البحرين وليقينا قبول واهتمام كبير بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والجامعة الأهلية ما أول مرة تكون يعني تقدم لنا هذا الصبورت والاحتمام بهذه الغضايا الموضوع مهم جدا والأمم المتحدة ترى أن الغطاء الخاص له دور هام واستراتيجي في تحقيق أو في مساعدة الدول لتحقيق كل هذه الأجندة بتاعة 2030 ضمن فعاليات أسبوع اكتشف أمريكا 2018 نظم معهد البحرين لرسات المصرفية والمالية بي اي بي اف ورشة عمل حول كيفية إنشاء الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية وقد صلت ورشة العمل التي يتم تنظيمها بالتعاون مع السفرة الأمريكية على قصص نجاح الاستثمارات البحرينية في الولايات المتحدة خاصة لاستثمارات التي استفادت من اتفاقية تجارة الحرة المبرمة بين المنامة واشنطن عام 2006 وقد أكد المشاركون في ورشة العمل على استمرار قوة اتفاقية تجارة الحرة والنجاح الذي حققته المملكة في جذب الاستثمارات من الولايات المتحدة إضافة إلى استفادة شريحة كبيرة من رجال أعمال وتجار البحرينيين من معاملة التفضيلية في السوق الأمريكية بفضل الاتفاقية تحدثنا خلال ورشة العمل في معهد البحرين لدراسات المصرفية والمالية عن آلية التعاون الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى استعراض المعلومات والمواقع الإلكترونية الأمريكية المتخصصة لتمكين رجال الأعمال والتجار والمستثمرين البحرينيين من الحصول على المعرفة والبيانات اللازمة حول طبيعة وفرص السوق الأمريكية نتوقف الآن مع أسعار صرف دينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية نوصل نشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع نبدأ مع بورصة البحرين التي بدأت الأسبوع في المنطقة الحمراء بانخفاض نسبته 0.54% عند مستوى 1332 نقطة وذلك عادة انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.298.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 662 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 60 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 49% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ننتقل الآن إلى غلاقات الأسواق الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي شهدت انخفاضا في تداولات اليوم بنسبة 0.03% مغلقا عند مستوى 7500 وثماني نقاط متأثرة بانخفاض كبير لمؤشر قطاع التأمين نتحول إلى برصة الكويت التي شهدت أيضا انخفاضا في تداولات اليوم بنسبة 0.64% مغلقا عند مستوى 6720 نقطة حيث شهد قطاع البنوك أكبر التراجعات في تداولات اليوم ننتقل إلى الرابح الوحيد في تداولات اليوم سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي شهد ارتفاعا بنسبة قارب 10 نقطة مئوية عند مستوى 4582 نقطة وجاء على رأس الارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية فيما سجل سوق دبي المالين خفاضا كان الأكبر في تداولات اليوم بنسبة 1.15% مغلقا عند مستوى 3292 نقطة بسبب انخفاض أغلب مؤشرات البورصة في حين سجل سوق مسقط الأوراق المالية تراجعا أيضا بنسبة طفيفة بنسبة 0.04% عند مستوى 5014 نقطة متاثرة بتراجع غالبية مؤشرات البورصة العمانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر